متاعب بات تصادف النجم الجزائري رياض محرز في التعامل مع ضربات الجزاء وذلك بعد فشله في تسجيل آخر فرصتين على التوالي وفي أقل من أسبوعين ليعود إلى سوق الانتقادات الشديدة مجددا فبعد اهدار ركلة جزاء مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراة غنية الاستوائية يواصل محرز ضييع الفرصي الثمينة بعدما تألق مواطنه أليكسيس جندوز في صدها بطريقة ملفتة في المباراة التي جمعت نديه الأهلي بناظره برسي بوليس الإيراني ما أثار غضب الجماهير وخروجه تحت صافرات الاستهجان مضالبة بإبعاده عن التسديد وإفساح المجال لآخرين بالرغم من تقديمه تمرير حاسمة لزميله فرانكيسي الذي افتتح بابا التسجيل مسيرة كروية مميزة لقائد الخضر السابق وتألق اعتاد عليه عشاق الساحرة المستديرة فهل أصبحت ركلة ترجيح الشبح الأسود للدولي الجزائري؟ ترجمة نانسي قنقر